على الرغم من الدعوات والتهديدات لروسيا في سبيل وقف التصعيد مع أوكرانيا فإن الرئيس الروسي أعلن عن نجاح اختبار منظومة الصواريخ مضاد للسفن وقال إنه تم إطلاق رشقة من صواريخ تسيركون فوق الصوتية بشكل ناجح ومثالي وتفوق سرعة هذا الصاروخ سرعة الصوت بخمس مرات وهو ما أشاد به بوتن واعتبره جزءا جديدا من منظومة أسلحة لا مثيل لها وخطوة ملموسة في سبيل تعزيز القدرات الدفاعية لروسيا على حد قوله توقيت التجربة الصاروخية الروسية بالإضافة لتقارير بأن نحو تسعين ألفا من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا تزامن مع تحركات أوكرانية وغربية فقد أعلن سلاح البحرية الأوكراني وصول فرقاطة فرنسية إلى شواطئ أوديسا على البحر الأسود وصول الفرقاطة أعقبه تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني تصريحات تشير إلى استعداد كييف وحلفائها للرد على موسكو فقد قال الوزير الأوكراني أن الردع الجماعي وفي التوقيت المناسب هو السبيل الوحيد لجعل روسيا تترجع عن التصعيد من جانبه اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن ما تقوم به بلاده ليس تصعيدا بل من حقها السيادي الذي تنفذه داخل أراضيها ترجمة نانسي قنقر